بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ثم أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الكهف للقراءة من تفسير الإمام البغوي رحمه الله قراءة وتعليقا نبدأ بإذن الله اليوم الدرس سيكون عبارة عن قصة أصحاب الكهف بالعموم يعني الجو العام الذي كان فيه أصحاب الكهف وهو مأخوذ من الإسرائيليات التي قال عنها نبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج طالما الأمر لا يخالف شيئا في ديننا فلا بأس بإذن الله سبحانه وتعالى وطالما أن العلماء والسلف قد اعتنوا بهذه المسألة يعني لو لم يعتني الصحابة والتابعين بموضوع الإسرائيليات لم اعتنينا بها صحيح أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر بعض التفاصيل يعني الله سبحانه وتعالى ذكرنا الخلاصة يعني ما ذكرنا لأسماء الأماكن أسماء الأشخاص اسم كلب أصحاب الكهف هناك خلافات كبيرة بين أهل العلم ما اسم كلب أصحاب الكهف ما اسم الكلب تمام فقالوا هذا ليس فيه كبير فائدة ولكن هل يذكر أو لا يذكر هذا ما يعرف بالمبهمات في القرآن شيء لم يعرف بالقرآن اهتمام السلف فيه يدل على أن فيه فائدة ولكن هل هي الفائدة الكبرى التي هي بمقصول القرآن لا ليست من مقصول القرآن صلب القرآن يقول لك ما اسم كلب أصحاب الكهف ولكن إنه يعرف فهذا أمر طيب ليس فيه بأس إن شاء الله نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا بما يفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا اللهم احفظ وبارك لمشايخنا وليلحضور قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي هم عجبا من آياتنا وقيل معناه أنهم إنهم ليسوا بعجب من آياتنا فإن ما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب عجبا منهم تمام نقف شوي المعنى الذي ذكره قال هناك معنايا للآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا القول الأول أنهم عجب فقوله أم حسبت يعني حسبانك صحيح أنت تفكر أنهن عجب وهن عجب تمام القول الثاني أتظن أنهم أعجب شيء رب العالمين خلقوا أصحاب الكهف والرقيم أنهم ماتوا 309 سنين تمام هناك ما هو أعجب منهم من خلق السماوات والأرض خلق السماوات أمر عظيم جدا ولكن الناس لأنها أليفة النعمة لا تفكر فيها فالإنسان إذا أليف شيئا ينساه فإذا فقد النعمة بعض الشيء تذكر هذه النعمة نعم والكهف هو الغار في الجبل واختلفوا في الرقيم واختلفوا في الرقيم قال سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير لا ذكرنا سابقا الفرق بين الكهف والغار ما الفرق بين الكهف الغار؟ الغار هو أصغر حجما من الكهف أما الكهف فيمكن أن يكون مثل بيتا صحيح الكهف واسع بعض الكهف تتسعى لقبيلة كاملة تكون في الجبال أما الغار شخصين ثلاثة وخصصة لصة نعم هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم وهذا أظهر الأقاويل ثم وضعوه على باب الكهف وكان اللوح من غصاص وقيل من حجارة فعلى هذا يكون الرقيم بمعنى المرقوم أي المكتوب ورقم الكتابة أول قول أم حصلت أن أصحاب الكهف والرقيم قالوا معنى الرقيم يعني المرقوم يعني المكتوب والبارحة بدرس تفسير صوت المطففين شو مرأ معنا؟ كتاب كتاب المرقوم شي يعني مرقوم؟ يعني مكتوب تمام؟ والرقيم قالنا أي شيء الكتابة الرقم بمعنى كتب الشيخ التوافق على مكان الكهف كتاب فرضا عن بين الولماء والأثر لا لا في بعض الأقيل هو من أعماه الله سبحانه وتعالى وذكر بعض الأثار ولكنها كل من الإسرائيليات ليس هناك دليل صحيح عليها فإن كنا نحدث عن بني إسرائيل إلا أننا لا نعتقد الصحة بما نحدث تمام؟ يعني عندنا شوية معلومات عن بني إسرائيل هذا قول حطه عندك معلومة صحيحة ما صحيحة لا نعتقد صحتها فمن شروط الرواية عن الضعيف تمام؟ ألا نعتقد صحته نعم هذا القول الأول شو الأول؟ قلنا الرقم شو يعني؟ الرقم بمعنى كتبه تمام نعم نتفضل وحكي عن ابن عباس أنه قال هو اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف وعلى هذا هو من ركمة الوادي وهو جانبه وهو جانبه وهو جانبه وقال كعب الأحبار هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف وقيل اسم للجبل الذي فيه الكهف ثم ذكر الله قصة أصحاب الكهف تمام تمام عندنا الآن القول الثاني قلنا القول الأول رقم بمعنى مرقم يعني مكتوب ثم اختلفوا عشو مكتوب قيل على لوح من نحاس وقيل على لوح من رصاص وقيل على لوح من حجر ووضع على باب الكهف تمام؟ وقول الثاني أن الرقم اسم شي فقيل اسم القرية الذي كان فيه أصحاب الكهف وقيل اسم الجبل الذي كان فيه أصحاب الكهف وقيل اسم الوادي الذي كان فيه أصحاب الكهف يعني هو اسم شيء يا اسم الوادي يا الجبل يا القري فبالعموم المؤدد للقول الثانيه ان اسم مكان فأصحاب الكهف والرقيم يعني قالوا الرقيم ماذا؟ القول الاول اظهر تمام؟ يشهد له تشهد له اللغة مرقوم يعني مكتوب مش معناها الثاني الضعيف إذا فضلنا اظهر معناها القول الثاني الظاهر ولكن هذا القول اظهر منه الاثنان صحيح هذا قول صحيح والثاني أصح يعني قول صحيح أخذ 80% أصح أخذ 90% أو 95% أما 100% نادر أن تلاقي قول 100% إلا إذا أجمع عليه العلماء وربما كتب ثم صحيح هذا جمع جيد لحظة هذه فائدة الله يفتح عليك نعم الفائدة التي تفضل فيها أنه قال مرقوم يعني كتب اللوح على هذا المكان ثم بعد ذلك أطلق على اسم المكان رقيم هذا وجه جيد وهكذا تكون أسماء الأماكن يحدث فيها حدث معين مثل في طلعة بطرابلوس اسمها طلعة الخناء أو هي أصلا الخناء أحمره ما هو واحد خناء طلعة صعبة عالية يشد الأحمر يشد الأحمر فأتله فأتل الأحمر فصميت المكان بإيش بحادث أو شيء حصل فيه نعم يكشى الله فقال إذ أول فتية إلى الكهف أي صاروا إليه واختلفوا في سبب مصيرهم إلى الكهف فقال محمد بن إسحاق بن يسار مرجى أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا تمام مرجى أهل الإنجيل ليدلك على أن ديانتهم كانوا على النصرانية تمام فديانة أهل الكهف كانت النصرانية وأصل النصرانية الإسلام ولكن نقول بالنصرانية الآن تمييز فقط إيش أنهم أتباعوا عيسى وليسوا أتباع موسى وليسوا على الحنفية كل الأديان على الحنفية ولكن إذا أطلقت كلمة الحنفية فالمراد بها أنه لم يتبع اليهودية ولم يتبع النصرانية ولم يتبع المجلسية وإنما كان على دين إبراهيم فيتلقى الشريعة التشريع من دين إبراهيم صحف إبراهيم وموسى من صحف إبراهيم وإذا قلنا أنه على اليهودية يأخذ أن تشريعه تشريع اليهود وإذا قلنا على النصرانية فأنه تشريع النصارى وإن كانوا جميعا بديانتهم إن الدين عند الله الإسلام كل الدين الإسلام نعم نحن نقرأه الآن النصرانية الآن المسرائليات أخذ عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى والأصل هنا النصارى لأنه سيمر معنا في سبب نزول السورة أو سبب نزول الآيات نعم وطغت فيهم الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيط وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكين بعبادة الله وتوحيده فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقي دقيانوس دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيط وقتل من من خالفه وكان ينزل كور الروم ولا يترك في قرية نزلها أحدا إلا فتنه حتى يعبد الأصنام ويذبح للطواغيط أو قتله حتى نزل خلينا أخذ عنك شوية القراءة الآن حتى يذبح للطواغيط أو قتله حتى نزل مدينة أصحاب الكهف وهي أفسوس الآن دقيانوس وأفسوس هذه المسلميات ليست من صلبي عمل المفسر وهي من الإسرائيليات يعني أفسوس وغيرها حتى الآن سيمرونها معنى باختلاف الكتب النسخة الطبعة اللي معي غير الطبعة اللي معك تمام؟ لا أنا أتطلع على البنات بس شوف لبنات وانتلي الله أرضى عنك تحت الشيطة تمام؟ وهي أفسوس يعني إذا شو اسم القرية عمل الإسرائيليات أفسوس قال فلما نزلها كبر على أهل الإيمان فاستخفوا فاستخفوا منه وهربوا في كل وهربوا في كل وجه وكان دقيانوس حين قدمها أمر أن يتبع أهل الإيمان أمر أن يتبع أهل الإيمان فيجمع لها واتخذ شورطا من الكفار من أهلها يتبعون أهل الإيمان في أماكنهم فيخرجونهم إلى دقيانوس فيخيرهم بين القتل وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت فمنهم من يرغب في الحياة عندك من نسخة في كلمة فيعذبهم عندما موجود ومنهم من يأبى أن يعبد غير الله فيقتل فلما رأى ذلك أهل الشدة من أهل الإيمان بالله جعلوا يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ثم يربط ما قطع من أجسامهم على سور المدينة من نواحيها وعلى كل باب من أبوابها حتى عظمت الفتنة فلما رأى ذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء وكانوا وكانوا من أشراف الروم وكانوا ثمانية نفر بكوا وتضرعوا إلى الله وجعلوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشططا إن عبدنا غيرها اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم هذا البلاء حتى يعلنوا عبادتك فبينما هم على مثل ذلك وقد خلوا في مصلا لهم أدركهم الشرط فوجدوهم وهم سجود على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله فقالوا لهم ما خلفكم عن أمر الملك انطلقوا إليه ثم خرجوا فرفعوا أمرهم إلى دقينوس فقالوا تجمع الناس للذبح لآلهتك وهؤلاء الفتية وهؤلاء الفتية من أهل بيتك يستهزئون بك ويعصون أمرك فلما سمع بذلك بعث إليهم بعث إليهم فأتي بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة وجوههم بالتراب فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لآلهتنا التي تعبدوا في الأرض وتجعلوا أنفسكم أسوة لسادات من أهل مدينتكم اختاروا إما أن تذبحوا لآلهتكم وإما أن أقتلكم فقال ميكسلمين أخذ لك بعض أسماء لمن تنحفظ فقال ميكسلمين وهو أكبرهم عندك في كلمة سنة عندما موجوده وهو أكبرهم سنة إن لنا إلها ملأ السماوات والأرض عظمة لن ندعو من دونه إلها أبدا له الحمد والتكبير والتسبيح من أنفسنا خالصا أبدا إياه نعبد وإياه نسأل نسأل النجاة والخير فأما التواغيط فلن نعبدها أبدا فاصنع بنا ما بدلك وقال أصحاب ميكسلمين لدقيانوس مثل ما قال ميكسلمين فلما قالوا ذلك أمر فنزع عنهم لبوسا كان عليهم من لبوس عوض مائهم ثم قال سأفرق لكم فأنجز لكم ما وعدتكم من العقوبة وما يمدعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبابا أو شبانا حنيثة أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلا تذكرون فيه وتراجعون عقولكم ثم أمر بحلية كانت عليهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده وانطلق دقيانوس إلى مدينة سوى مدينتهم قريبا منهم لبعض أموره فلما رأى الفتية خروجه بادروا قدومه وخافوا إذا قدم مدينتهم أن يذكرهم وأن يعذبهم فأتمروا بينهم أن يأخذ كل رجل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي ثم ينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة في جبل يقال له بخلوس فيمكثون فيه ويعبدون الله حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فقاموا بين يديه فيصنعوا بهم ما شاء فلما قال ذلك بعضهم لبعض عمد كل فت منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها ثم انطلقوا بما بقي معهم واتبعهم كلب أو واتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فلبثوا فيه قال كاب الأحبار مروا بكلب فتبعهم فطردوه ففعل ذلك مرارا فقال لهم الكلب يعني أنطق الله الكلب فقال لهم الكلب يا قوم ما تريدون مني لا تخشون جانبي أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكم وقال ابن عباس هربوا ليلا من دقيانوس وكانوا سبعة فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعه كلبهم فخرجوا من البلد إلى الكهف وهو قريب من البلد قال ابن إسحاق فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتكبير والتحميد وابتغاء وجه الله وجعلوا نفقتهم إلى فتى منهم يقال له يمليخيا عندك محطوطة تمليخيا أنا حامس سواء يمليخيا ولا تمليخيا على الحال تم ما سنحفظ الأسم ما علم فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سرا وكان من أحملهم وأجددهم وكان إذا دخل المدينة يضع ثيابا كانت عليه حسانا ويأخذ ثيابا كانت كثياب المساكين الذين يستطعمون فيها ثم يأخذ ورقة ثم يأخذ ورقه الورق شوه بالورق الفضة المضروبة فرق من الفضة والورق أن الورق العملات من الفضة تمام العملات المضروبة عليها نقش الخاتم عليها النقش وخاتم الملك تمام ثم يأخذ ورقه فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعاما وشرابا فيتجسس لهم الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما لبثوا ثم قدم دقي نوس المدينة فأمر عظماء أهلها فذبحوا للطواغيد ففزع من ذلك أهل الإيمان وكان يمليخها بالمدينة يشتري لأصحابه طعاما فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل وأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة ففزعوا ويتعوذون من الفتنة ثم قال يمليخيا قال لهم يا إخوتاه ثم إن يمليخيا قال لهم يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على ربكم فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيضوا من الدمع فطاعموا وذلك غروب الشمس ثم جلسوا يتحدثون ويتدارسون ويذكروا بعضهم بعضا فبينهم على ذلك إذ ضرب الله على آذانهم النوم في الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف فأصابهم ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفاقتهم عند رؤوسهم فلما كان من الغد فقدهم ديقينوس فالتمسهم فلم يجدهم فقال لبعضهم لقد ساءني شأن هؤلاء الفتية الذين ذهبوا لقد كانوا ظنوا النبي غضبا عليهم لجهلهم ما جاهلوا من أمري ما كنت لأحمل عليهم إنهم تابوا وعبدوا آلهتي فقال عظماء المدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما فجرة مردة عاصوا عصات قد كنت أجلت لهم أجلا ولو شاءوا لرجعوا في ذلك الأجل ولكنهم لم يتوبوا فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا ثم أرسل إلى آبائهم فأتي بهم فسألهم عنهم فقال أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عاصوني وتوعدهم بالقتل فقالوا أما نحن فلم نعصك فلما تقتلنا بقوم مردة قد ذهبوا بأموالنا فأهلكوها في أسواق المدينة ثم انطلقوا وارتقوا إلى جبل يدعى بخلوس فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجعل لا يدر ما يصنع بالفتية فألقى الله في نفسه أن يأمر بالكهف فيسد عليهم وأراد الله أن يكرمهم ويدعا لهم آية لأمة تستخلف من بعدهم وأن يبين لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فأمر دقيانوس بالكهف أن يسد عليهم وقال دعوهم كما هم في الكهف يموتون جوعا وعطشا ويكون كهفهم الذي اختاروا قبرا لهم وهو يظن أنهم أيقاض يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم وفات نوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيهما غشيهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتبان إيمانهما اسم أحدهما يندروس واسم الآخر رناس اعتمر أن يكتبا شأن الفتية وأنثابهم وأسماءهم وخبرهم في لوح من رصاص هذا هو الرقيم الذي قد تحدثنا عنه وخبرهم من رصاص ويجعله في تابوت من نحاس ويجعل التابوت في البنيان وقالا لعل الله أن يظهرها على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة فيعلم من فتح عنهم حين يقرأ هذا الكتاب خبرهم ففعلا وبنيا عليه فبقي دقيانوس ما بقي ثم مات وهو وقومه وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك بعد الملوك وقال عبيد بن عمير كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي ثوائب وكان معهم كلب صيدهم فخرجوا في عيد لهم عظيم في عيد لهم عظيم في ذي عظيم وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم التي يعبدونها وقد قذف الله في قلوب الفتية الإيمان وكان أحدهم وزير الملك فآمنوا وأخفى كل واحد منهم إيمانه فقالوا في أنفسهم نخرج من بين أظهر هؤلاء القوم لا يصيبنا عقاب بجرمهم فخرج شاب منهم حتى انتهوا إلى ظل شجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فراجاه أن يكون على مثل أمره من غير أن يظهر ذلك ثم خرج آخر فاجتمعوا إلى مكان فقال بعضهم لبعض ماذا معكم؟ وكل واحد يكتم صاحبه إيمانه مخافة على نفسه ثم قالوا ليخرج كل فتى فليخلوا بصاحبه ثم يفشي كل واحد سره إلى صاحبه ففعلوا فإذا هم جميعا على الإيمان وإذا كهف في الجبل قريب منهم فقال بعضهم لبعض فأبوا إلى الكهف جنشر لكم ربكم من رحمته فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم فناموا ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وفقدهم قومهم فطلبوهم فعم الله عليهم آثارهم وكهفهم فكتبوا أسماءهم وأنسابهم في لوح فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم فقدناهم في شهر كذا وكذا في سنة كذا في مملكة فلان ابن فلان ووضعوا اللوحة في خزانة الملك وقالوا ليكونن لهذا شأن ومات ذلك الملك وجاء قرن بعد قرن قال وهب بن منبه جاء حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل له إن على بابها صنما لا يدخلها أحد إلا سجد له فكره أن يدخلها فأتى حماما قريبا من المدينة فكان يؤاجر نفسه في الحمام ويعمل فيه ورأى صاحب الحمام في حمامه البركة وعليقه فتية من أهل المدينة يعني تعلق به فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم بخبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا وصدقوه وكان شرط وكان شرط على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبينه ولا بين الصلاة أحد وهذه فائدة جميلة أن الليل لي كان شرطه على صاحب الحمام أن الليل لي لا يحول بيني وبين الصلاة أحد ليلنا هكذا نعم وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك وحتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحواري وقال أنت ابن الملك وكان على ذلك حتى أتى ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمام فعيره الحواري وقال أنت ابن الملك وتدخل معه هذه فاستحي وذهب فرجع مرة أخرى فقال له مثل ذلك فسبه وانتهره أول مرة سمع الكلمة أنا مرة سبه ولم يلتفت إلى ذلك حتى دخلا معا فماتا في الحمام وأتى الملك وأتي الملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك فلتمس فلم يقدر عليه وهرب فقال من كان يصحبه فسموا الفتية فلتمسوا فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم على مثل إيمانهم فانطلقوا معهم ومعهم كلب حتى آواهم الليل إلى الكهف فدخلوه وقالوا نلبثها هنا إلى الليل ثم نصبح إن شاء الله تعالى فترون رأيكم فضرب الله على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يبتغونهم حتى وجدوهم فدخلوا الكهف فلما أراد رجل منهم دخوله أرعب فلم يطق أحد أن يدخله فقال قائل منهم أليس لو قدرت عليهم قتلتهم قال بلى قال فابني عليهم على باب الكهف وتركهم فيه يموتون جوعا وعطشا ففعل قال وهب فعبر زمان بعد زمان بعدما سد عليهم باب الكهف ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف وأدخلت غنمي فيه من المطر لكان حسنا فلم يزل يعالجه حتى فتحه ورد الله عليه أرواحهم من الغد حين أصبحوا وقال محمد بن إسحاق ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له بيدروس فلما ملك بقي في ملكه ثمانين وستين سنة فتحذب الناس في ملكه فكانوا أحزابا منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق ومنهم من يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح فبكى وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما رأى أو لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح ولا تبعث الأستاذ فجعل بيدروس يرسل إلى من يظن فيه خيرا وأنهم أئمة في الخلق فجعلوا يكذبون بساعة حتى كادوا أن يحولوا الناس عن الحق وملة الحواريين فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلقه عليه ولبس مسحا وجعل تحته رمادا فجلس عليه فدأب ليله ونهاره زمانا يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول أي ربي وقد ترى اختلاف هؤلاء فبعث إليهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة عباده هلكة العباد أن يراد ثم إن الرحمن الرحيم الذي يكره هلكة العباد أراد أن يظهر الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين فألقى الله في نفس الرجل من أهل ذلك البلد الذي فيه الكهف وكان اسم ذلك الرجل أولياس مش إلياس أولياس أن يهجم ذلك البنيان الذي على فم الكهف فيبني به حظيرة لغنمه فاستأجر غلامين فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان تلك الحظيرة حتى نزعا ما على فم الكهف وفتحا باب الكهف وحجبهم الله عن الناس بالرعب فلما فتحا باب الكهف أذن الله ذو القدرة والسلطان محي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف فجالسوا فريحين مسفرة وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض يقرأ شوي الله عزك كأنما استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون فيها إذا أصبحوا من ليلتهم ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كالذي كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا ألوانهم شيء ينكرونه كهيئتهم ينكرونه ينكرونه كهيئتهم حين ركضوا وهم يرون أن تكيانوس في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا صلاتهم قالوا لتنريخ يا صاحب نفقاتهم أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا أنبئنا أنبئنا ما الذي قال الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار عند هذا الجبار عند هذا الجبار وهم يظنون أنهم رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون وقد تخيل لهم أنهم قد تخيل وقد تخيل أنهم قد ناموا أطول مما كانوا ينامون حتى تساءلوا بينهم فقال بعضهم لبعض كم لبستم نياما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ثم قالوا يعني هم ناموا أطول من المدة التي نامونها بس كيف يعني قل ناموا مثلا بالليل عادة بفئة أربعة فأو خمسة لا والله نامين زيادة تمام أو يقتلكم فيما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم ميكس المينا يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفوا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله ثم قالوا لتمليخيا انطلق إلى المدينة فتسمع 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 يعني تقصد أن تستمع نعم ما يقال لنا بها وما الذي يذكر عنده بقينوس وتلطف ولا تشعرن بك أحدا وابتغلنا طعاما فأتنا به وزدنا على الطعام الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعا ففعل ففعل تمليخيا كما كان يفعل ووضع ثيابه وأخذ ثياب التي كان يتنكر فيها وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت معهم والتي ضربت بطابع دقيانوس يعني الآن هو اللي كمشن هو شو الورق الورق يعني اللي هو الفضة هي عليها الختم تابعين القديم دقيانوس نعم تمام أخذ ونه راح بأمن الله نعم فكانت كخفاف شوية ايه هو رايح يتحسس الأخبار ويجيب أكل عشان آخر مرة إشتا شو جايب أكل على الخفيف سيمون عبو وقالوا بالدنياء هربوا يعني ما كمل الأكل فرح يتزور ويجيب نعم نعم فكانت كخفاف الربع والربع أول ما ينتج من ولد الضأن في الربيع فانطلق تمليخيا خارجا فلما مر بباد يعني هو قال وكانت كخفاف يعني ما كانت مثل 500 ليرة أو 250 اللي انت شايف هلأ هيك صغيرة قال لك زي الخف الخف يعني مربعات تيجي تمام فهي شكل العملي كانت غير شكل مثل خف شو ضأن الإجر من تحت تعييت المعزاية نعم 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 لها الزلم شوف شوف ما حصل فيه له عادي تخيل حالك أول ما يطلع قالنا الرائع كسر الحيطان من الحجار تعليق الحيطان عمل حظيرة عمل زريب للحيونات للغنم على الباب من برا هني كانوا بالكهف من جوا وجوه هم لم يخبر فيهم أول مطلع أنا نايم الصباح لقيت حظيرة برا العملي شوف يصد عن الطريق مخافة أن يراه أحد من أهله من أهلها فيعرفه ولا يشعر أن ديكينوس وأهله قد هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة فلما أتى تمليخ يا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة تكون لأهل الإيمان إذا كان أمر الإيمان ظاهرا فيها يعني وكأن راية كأنها راية أو نحو ذلك تمام راية معينة أو شيء فتكون يعني المدن أول ما تدخلها بتلاقي أنه علامة للمدينة أو كان القبائل يضعون على مدخل القبيلة أو نحو ذلك شعار القبيلة تمام ف وكان الشعار يمتزج بنوع الديانة شو الديانة فهي أنه لأ هاي العلامة فيه أنه نحنا تركناه كان أنا بارح كان اللي بطلع العلامة يلقتل شو القصة الآن شوف تعجبات نعم تابع فلما رأى رأى عجبة 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 وجعل ينظر إليها مستخفيا وجعل ينظر يمينا وشمالا ثم ترك ذلك الباب فتحول إلى باب آخر من أبوابها فرأى مثل ذلك فجعل يخيل إليه أن المدينة ليست بالتي كان يعرف ورأى ناسا كثيرا محدثين لم يكن يراهم قبل ذلك فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول يا ليت شعري ما هذا أما عشية أمس كان المسلمون يخبئون يخبئون هذه العلامة ويستخفون بها ويستخفون بها وأما اليوم فإنها ظاهرة لعلي نائم ثم يرى أنه ليس بلائم أنا أكيد عم أحلم لعلي نائم لا يا عم أنا مصح صح بس نبارح يا رجل ترى كم صدمة أول صدمة أول ما أطلع من الغار من الكهف ثاني صدمة بعده فايت على العلامات الموجودة ثالث صدمة من هل قري قري تمام تمام الآن يرجع على الباب الثاني على المدخل الثاني كمان نفس الفكرة طب برك أنا نائم لا أبني نائم نعم نعم فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي بين ظهري سوقها فيسمع ناسا يحلفون باسم عيسى باسم عيسى ابن مريم فزاده ذلك فرقا 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 خوفا نعم ايه عم يحلف اسم عيسى طالح هيك قبل اللي كان عم يحلف غير اسم الملك ايش دوك ناس ايه اللي بيحلف فغير اسم الملك يقتل نعم اللي بيجيب اسم عيسى يقتل طيب الآن هون نحن نتكلم بايش بالإسرائيلية فيسمع أناسا يحلفون باسم عيسى عليه السلام هذه مخالفة لديننا إما أن يكون في شريعتهم هذا جائز أو مثلا بأن يقول ورب عيسى بهذه الطريقة يعني يقول قسما برب عيسى تمام كما أنت تقول لا ورب الكعبة ورب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم وإما أن يكون كل هذا النص ضعيف نعم ورأى أنه حيران فقام مسندا ظهره إلى جدار من جدر المدينة وقال في نفسه والله ما أدري ما هذا أما عشية أما عشية أمس أمس فليس على ظهر الأرض إنسان يذكر عيسى عيسى بن مريم إلا قتل وأما الغدات الغدات شوية الغدات صبح من غدى إلى المسجد أو راح غدى شو يعني الصبح نعم والغدات تعريبا فيك تقول وقت الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق تبكله لا رزقكم كما يرزقوا الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا تغدوا يعني الصبح ومن هو الغدى الذي تتغدى هو الغدى عند العرب هو الترويئة نعم يعني الترويئة كانت عند العرب أمتى على عشرة تقريبا وعندهم غدى وعشا تمام أما ثلاث واجبات ما كانت تعرفها العرب تمام كم واجبات هلأ حليف وما بينهما عفوا لكن من باب التفصيل الوجبة كانت عندهم عبارة عن 11 ارتمراء 11-15 ارتمراء هذه واجبة التي نحن نعتبرها هي سناك أو نعتبرها بين الوجبات يعني أنت إذا شربت قنية لبن هيتعتبر واجبة بالنسبة لهم لماذا لا أعجبك لحكي هو كان يقوم على الغنم تبعيته أو على البقرة تبعيته يحلب البقرة طلال قالوا أنت اللبن شربون خلص شباع لك ما أبسط الموضوع خلصنا نعم ما معنى تروحه تروح هي المساء الرجعة نعم أنا أريد أن أروح أرتاح من الرواح نعم وأما الغدات فاسمعهم وكل إنسان يذكو يذكو اسمع عيسى ولا يخاف ولا يخاف ولا يخاف أحدا ثم قال في نفسه لعل هذه ليست بالمدينة التي أعرف والله ما أعلم والله ما أعلم والله ما أعلم بعد ذلك ما أعلم مشكلة اختلاف طبعا مدينة أقرب من مدينتنا يعني أنا غيرت مدينة بس هي أقرب وحدة نعم أولي لعباتي درسلة ماما بعد ذلك مين دايخاني مين دايخاني أنت ولا ماما ماما طب يا دني طالع نعم نعم نكمل فقام كالحيران ثم لقي فتا لقيا فتا فقال له ما اسم هذه المدينة يا فتا قال اسمها أفسوس فقال في نفسي أن أسرع أن أسرع الخروج أن أسرع الخروج منها قبل أن أخزى فيها أو يصيبني شر فأهلك ثم إنه أفاق فقال والله لو عجلت الخروج من المدينة قبل أن يفطن بي لكان أن أسرع الخروج أن أسرع خروج من المدينة ويأخذني للملك تاقيانوس دعنا أسرع والناس تطلع علينا أن أستغرب دعنا أهرب نعم فدنا من الذين يبيعون الطعام فأخرج الورقة التي كانت معه فأعطاها رجلا منهم فقال بيعني 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 فقال بيعني بهذه الورق طعاما فأخذها الرجل فنظر إلى ضرب الورق شو يعني ضرب الورق شو مضروب شو يعني مضروب الختم ضرب الورق ونقشها ونقشها فعجب منها ثم طرحها إلى رجل آخر خلص ما هو بالسوء أنت هلأ جيب من الدولار مزورة أو جعل الواحد بتطلع فيه هيك هل من الدولار شو أو جيب له عملة أسترالي شو هل عملة كذا كم واحد بتصرف شو نصرف أنت علقت نعم فنظر إليها ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون منها ثم جعلوا يتشاورون بينهم ويقول بعضهم لبعض إن هذا أصاب كنزا خبيثا في الأرض منذ زمان عند النصر خبيئا مش خبيثا قال لك هذا شكل لا كنز دلنا عليه يلا نعم منذ زمان ودهر طويل فلما رأاهم تمليخ تمليخ يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا فرق فرقا خوف خوف شديد على كباس انكمشنا سورتير للناس أنا جاي متخفى ما المفروض حين يعرفني بلش الكل يحكي عني نعم نعم وجعل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه أنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دوكينوس وجعل أناس آخرون يأتونه فيتعرفونه فلا يعرفونه فقال لهم وهو شديد الفرقي منهم الفرقي منهم أفضلوا علي قد أخذتم ورقي فامسكوها وإما الطعامكم فلا حاجة لدي فقالوا له من أنت يا فتاة وما شأنك والله لقد وجدت كنزا من كنوز الأولين وأنت تريد أن تخفيه عنا فانطلق معنا فانطلق معنا وأرنا وشاركنا فيه نخف عليك ما وجدت فإنك إن لم تفعل نأتي بك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك فلما سمع قولهم قال في نفسه قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه فقالوا يا فتاة إنك والله لا تستطيع أن تكتم ما وجدت فجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم وما يرجع إليهم وفرق حتى ما وجد ما يخبر إليهم شيئا فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه فطرحوه في عنقه ثم جعلوا يقودونه في سكك المدينة صغيرهم وكبيرهم حتى سمع به من فيها فسألوه ما الخبر فقيل هذا رجل عنده كنز وقيل وقيل فاجتمع بإذن الله هذا وصل لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وحمدك نشد أن لا إله إلا أنت نستخبرك ونتوب أليك جزاكم الله خير خير اشتركوا في القناة يلايبا اشتركوا في القناة